نعيش في العالم الرقمي، نستقبل طلبات الصداقة عبر متا، أو نرسل ملفات بالإيميل، أو نتحدث إلى أصدقائنا بالصوت والصورة. لكن، هل حياتنا الرقمية في أمان؟ الطريقة الأسهل لاختراقك هي اكتشاف كلمة السر التي تستعملها في بريدك الإلكتروني أو أي منصة رقمية تستعملها. لهذا، حرصوا على اعتماد الجمل أو المصطلحات بدلاً من كلمات السر، وفعلوا عامل المصادقة الثنائية من خلال تطبيق Authenticator وليس رسائل SMS. الطريقة الثانية لاختراقك هي عبر شبكة مجانية. لهذا، ننصحكم بتجنب العمل على وثائق أو صور مهمة لكم في الأماكن العامة المتصلة بشبكة الإنترنت اللاسلكية المفتوحة. وإن كان لابد منها، فعليكم استخدام أحد برامج LVPN. الطريقة الثالثة لاختراقك هي عبر مضاد للفيروسات قديم وغير محدث. لهذا، لا تنسوا تحديث برامجكم المضادة للفيروسات. وتذكروا، إن كنتم بحاجة إلى المساعدة، يمكنكم التسجيل في عياداتنا الرقمية الفردية المجانية، وستكونون في أيدي أمينة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر